في بصائر الدرجات الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان إنه بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه صفحة 378 إنه الباب الخامس عشر الحديث الأول بسنده عبد الرحيم يقول ابتدأني أبو جعفر إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه ابتدأني أبو جعفر فقال أما أن ذا القرنين ومر الحديث عن ذا القرنين أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار 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 الذلول وذخر لصاحبكم الصعب الحديث عن السحابين عن وسائل النقل الفضائية إنها الوسائل التي استعملها ذا القرنين في رحلته الفضائية الرواية تقول الوسائل المتوفرة حيثما تتوفر منها ما هو ذلول والذلول هو السهل ومنها ما هو صعب ذا القرنين اختار الوسائل السهلة أما الوسائل الصعبة وهي الوسائل المعقدة قطعا ستكون أكثر رقيا أكثر تقدما هذه الوسائل حفظت لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة وقد مر هذا الكلام علينا في الغمامتين التي انطلق بهم أمير المؤمنين والذين كانوا معه رواية سلمان فكان الرعد والصوت الهائل واضحا في الرواية تلك قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم الحجة بن الحسن فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع خمس عوامر واثنين خراب خمس عوامر واثنين خراب الحديث كما يبدو عن مجرات كوننا فهناك خمس مجرات عامرة وهناك مجرتان ما هما بعامرتين مثل ما عبرت الرواية خمس عوامر واثنين خراب نذهب إلى صفحة 379 الحديث الثالث عن سورة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن إن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب قال قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأراضين السبع خمس عوامر واثنان خرابان الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك لأن الله ادخره للقائم حتى لو أن ذا القرنين كان قد اختار الصعب الإمام يقول لم يكن له ذلك لأن الله ادخره للقائم صلوات الله وسلامه عليه رواية في السياق نفسه إلا أنها أكثر تفصيلا أقرأها عليكم من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح للراوند إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قوموا المقدسة صفحة تسعمية وثلاثين الحديث يستمر أيضا في صفحة تسعمية وواحد وثلاثين عن إمامنا الباخري صلوات الله وسلامه عليه يقول إن ذا القرنين كان عبدا صالحا ناصح الله سبحانه فناصحه فسخر له السحار وطويت له الأرض وبسط له في النور وكان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار وإن أئمة الحق كلهم قد سخر الله تعالى لهم السحاب وكان يحملهم إلى المشرق والمغرب لمصالح المسلمين ولإصلاح ذات البين وعلى هذا حال المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك يسمى صاحب المرأة والمسمع فله نور يرى به الأشياء من بعيد كما يرى من قريب ويسمع من بعيد كما يسمع من قريب وإنه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرة وعلى الريح أخرى وتطوى له الأرض مرة فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقا وغربا أقرأ أقرأ عليكم الصطور الأخيرة من هذه الرواية التي هي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا حال المهدي ولذلك يسمى صاحب المرأة والمسمع فله نور يرى به الأشياء من بعيد كما يرى من قريب ويسمع من بعيد كما يسمع من قريب وإنه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرة وعلى الريح أخرى وتطوى له الأرض مرة فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقا وغربا نذهب إلى فاصل